إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا للمشاركة في أعمال القمة السنية والعشرين لتجمع الكوميسة تحت شعار تكامل الكوميسة الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسيعة للمشاركة مددية لتعودكم هنا في زمبيان كابتال لوساكا لتعامل في السمطة 22 الهدفة الكوميسة على المترجمات التقديم من الإمكانية الكوميسة بسبب على المشاركة النفط والقيمة المضافة والتواريس بسمحوا لي في مستهلة حديثي أن أتوجه بخالص التقدير على أخي فخامة رئيس حاكمبي رئيس جمهوريز زنبيا على ما لمسناه من كرم الديافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب على شعب زنبيا المدياف أتوجه بالشكر إلى فريق عمل الأمانة العامة للكبيرات على حسن الإعداد والترتيب لفعليات اجتماعنا اليوم لقد كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة التجمع والكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهد التطورات مهمة على المستوين الدولي والإقليم لقد وضعت مصر أمام عيونها أهدافا محددة خلال رئيساتها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاية شعوبنا بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا غير أنه وبالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها فلا زال أمامنا الكثير لتوزيف تكمننا الإقليمي لمواجهة التحديات الرهنة ولكن مع كل المساعدات التي تم تحقيقها فلا زال أمامنا الكثير لتحقيق 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 المستوى في تحقيق معكم أولاك مصر أهتمام كبيرا لتفعل اتفاقيات التجارة الحرة القرية وتحقيق التناغم بينها و بين اتفاقيات التجارة الحرة الثناسية بين تجمعات الكوميسة والساداك و شرق إفريقيا أعبر إجراءات محددة لحساعد الدول الأعضاء على تنفيذ الجمهوريات الجمركية وتأثير حركة التماثل التجاري فيما بينها حيث أصفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدور الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022 وهي القيمة الأعلى منذ الشأن منتخة التجارة الحرة في إطار التجمع عام 2000 نحن نضع هذا في حيث برؤية ميزة تلك المملكة لتجمع عاملين لتجمع عاملين تجمع عاملين لتجمع عاملين لتجمع عاملين لتجمع عاملين لتصل إلى 13 مليار بالتجارة في 2022 وهذه هي المعبionenza من المع receives of the free trade zone من في Stevie Abable office aramis بارنا السنين بالسطور الارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام إلى أعلى قيم لها منذ انضمام مصر الكوميسا ليصل إلى 4.3 من 10 مليار للعاملين وفي ذات السياق قدمت نصف مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017-2026 والتي تهدف إلى تعميخ الانتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقاً للمزة التنافسية للدول وأود في هذا الصدد تثمين دور وكالة استثمار الإقليمية بالكوميسا التي تصرفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي Along these lines Egypt proposed regional industrial integration initiative within the framework of the industrializing strategy of KAMESA 2017-2026 that is geared to enshrining manufacturing through linking between the regional value chains according to the competitive advantage of respective countries and in this regard I would like to treasure the role of the KAMESA regional investment agency hosted by Egypt that have been active in garnering investments to the KAMESA countries and I emphasize the necessity to continue our current efforts to direct these investments to the industrial sector In relation with what I have said Egypt focused on the infrastructure by encouraging projects of connectivity among the member states most notably the project of linking between Victoria Lake and the Mediterranean this is where I call upon the general secretariat to intensify the efforts to mobilize all necessary financial resources to put these projects into the implementation phase Along the same lines I would like to spotlight on one of the projects that is representing a prize of the KAMESA Along the same lines I would like to spotlight on one of the projects that is representing a prize of the KAMESA The project that has proven real fruit of cooperation among our countries once the political will is there This project is the dam of Julius Nenerere, the giant dam in the brotherly country of Tanzania This is the dam which is used to be used by a Syrian and Tanzania and the electrical power power can be used by 2.5 GigaWatt when the Syrian companies the successful operation for the project has been created by features and skills that are made by using the projects in international spaces and the features that are created by Egypt to share with the African American companies الشبريق. أما في مجال التصريع الدوائي، فقد كان من الضروري تصليص الدواء على القطاع الطبي والصحي بالكوميسا، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها كائحة كورونا، وبناء عليه قدمت نص مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حاليا لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي. As for pharmaceutical, it has been very necessary to rely on the medical and health sector in the كوميسا، especially on the backdrop of the challenges posed by coronavirus. Accordingly, Egypt has proposed the establishment of the health committee in the secretariat of the كوميسا. Egypt has also hosted the first round of the African Medical Conference, of which its second version is being now convened to probe all ways of investments in this vital sector. In addition to that, Egypt has paid even more attention by directing investments to the localization of pharmaceutical industry and vaccine industry, reaching the announcement of providing 30 million vaccines of corona to the brotherly countries of Africa, the matter that really underscores the vital role of Egypt as a regional hub for medical vaccination industry. السيدات والساءة، فيما يتعلق بمجال السلم والأمن، فليس خافيا علينا حجم عمق التحديات التي تواجهها بلادنا لإستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية باعتبارها العمود الفقري لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها الأولياء. كنت لاستطيع أن نتمنى محلها مع حاجاته الم Hombre بسرعة أكبر policy of the challenges that are posing on the sustainability of peace and security in our countries, the matter that requires us to commit to a number of parameters and main principles. Most importantly the necessity to respect the right of nations of the African countries to life, ويدفعنا ما تقدم إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا وعلى رأسها السودان الشقيق الذي يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبي وأكد هنا أن مصر تطلع بمسؤوليتها كدولة جوار مباشر استبزل كافة المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين وعبر الانخراط في الأليات القائمة لضمان التنصيق بينها وصولا لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر واتصال بذلك تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق وأنني أدعو كافة الدول لتوفير الدعم اللاغم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة أعطي أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أردت أن أعطينا أعطينا في بعض الأنزل أعطينا في مصرات القائمة من المنزل وصلنا إلى المساعدة وعندسنا أن ننضيفوا عن تدرك الناس أميزة ولقد أريد أن أعطينا أن الإجابة يدفع في المساعدة في الإجابة كمستدرين والعجوان إجابة تدرسي كل محاولات مع كل مجتمعات التعاملات والمجتمعات في المشاكل الموجودة لتحرمون بينهم بإمكانهم لتحصل على المستقبل والسدان في تقلق هذا، إيجابة تحرمون المدينة والمجميع في المدينة والسدان ونحن أسمع على كل مدينة لإعطاء المساعدة للمساعدة لنا في هذه المدينة المتحدة في هذه المدينة المتحدة وكان دي هاتشليمة رئيس الجمهورية أثناء خطابه من على أن الاستقرار والأمن أمر غاية في الأهمية لدولنا الأفريقية والقارتنا واسمحوني أقول لكم أننا من الجيل اللي شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا وعايز أقول لكم أن كل يوم واحد بيضيع على أي دولة من غير ما تعمل من أجل التنمية والبناء والإعمار بيكل يتأثير كبير جدا جدا على مستقبل واختصاد وحياة شعب هذه الدولة وعشان كده ممكن هتجدوا أن اسمحوني بتواضع شديد أن السياستنا في مصر تعدابت دايما على التهديئة ومحاولة الإيجاد سيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع أي مشكلة من المشاكل لأن التجربة اللي زي ما قلت لكم كده اللي احنا شفناها في مصر بتقول أن دايما الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الجانب الآخر اللي هو السراعات والاقتتال والحروب والغير شكرا شكرا إذا'd allow me to diverge a little bit out of my written context- I'd like to here to join completely and concur completely with the excellency president of Zambia- on what he said about the importance of stability and security to the development, life and prosperity of our african countries- أمني أحد أجنبات أحدهم من المتحدة في التعامل في التعامل مع التعامل في إجبت أو المتحدة والمتحدة في كائنة المتحدة فيها في عامل العام أشياء أحدهم شيء أيزلي نحن نو Stand notewed without putting development to our people and our countries will have an impact on the future, on the livelihood and on the prosperity of our nations in the future. With all modesty and humility I would like to indicate that Egypt's policy is only designed to bring about calmness to find ways of dialog to pursue negotiations and to demolish its extreme patience in the face of addressing our issues and challenges, we have experienced certain circumstances in Egypt and we came out of these ترجمة نانسي قنقر وأنني هنا وأكد بصفتي رائد ملفة عادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي أن مصر لن تألو جهدا في تسخير مركز عادة الإعمار والتنمية بالقاهرة لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة فيما صاريها نحو تحقيق التنمية كما أود أن أعلم عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026 إمانا من مصر بمشؤوليتها لحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا لقد عهدتكم عند تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتحميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكمسة فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنصيق مع كافة أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجلد التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للتحاد الإفريق النباد على مدى العامين القادمين Your Excellencies, Ladies and Gentlemen I gave you my promise when I assumed the chairmanship of the commessa in 2021 to work with diligence and sincerity to deepen the economic integration between and among the commessa countries And now, after the end of Egypt's chairmanship of the Commissar, I renew my undertaking to continue working and coordinating with all our brothers and sisters toward the achieving of the African Development Agenda Objectives 2063. Particularly, as Egypt is undertaking the chairmanship of the Nipad over the coming two years. I am fully confident. I am fully confident. I am fully confident. Thank you. To His Excellency President H. Lima, the President of the Republic of Zambia, I am fully confident. I am fully confident he will do everything in his powers to build on the achievements of the Egyptian chairmanship. And I wish His Excellency and His Government all the best and success. I would like also to announce the formation of the new Bureau of the Commissar Summit formed by the from the Republic of Zambia as Chair, the Republic of Burundi as Deputy Chair, and the Arab Republic of Egypt as Rapporteur. Thank you very much. Peace be upon all of you. شكراً لسيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس السيد الرئيس الجمهورية مصر العربية، والرئيس السابق لقدرة الكوميسة في العامين السابقين، الآن السيد الرئيس الآن يقوم بتسليم من نحن الأمور ببعالية. الرئاسة الدولية للكوميسا الآن مراسم تسليم الرئاسة الدولية لفخامة الرئيس زنبيا سيداته السادة هذا هي شكرا معنا شكرا واحد اثنان ثلاثة شكرا الآن سيد جابريل مسوك